السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينيورز الفين تلاتة وعشرين. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. آآ معكم مستر محمد جمال. آآ ده اول فيديو لحل الامتحانات آآ بما فيهم وان شاء الله كل فترة قصيرة كل يوم او يومين بالكتير بازن الله هتلاقيني منزللك فيديو على امتحان من امتحانات المعاصر خاصة فانا النهاردة هنحل ايه? النهاردة هنحل لمايو 2021 ده كان اول ترايا الاجزام ينزل لسنة لدفعة 2021 الدفعة دي اصلا كانت محظوظة لاني نزل لها امتحانين ترايا فده كان اول واحد فيهم وده اللي هنحله النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة مع بعض. الامتحان دوت كان على الفور شابترز بس. على اول اربعة شابترز يعني على فقط من شابتر وان الى شابتر فور. فما كانش فيه خالص. فعشان كده نزل لهم ترايا تاني تاني بس بقى عليه كل المنهج. من شابتر وان لشابتر ايت. فاحنا النهاردة هنحل الاكسبرمينت الاجزام ده وهو تلاتين سؤال على اول اربع شباتر بس. فتعالوا كده بالمناسبة وده طبعا الامتحان مهم جدا لاي طالب آآ بيزاكر خاصة الفترة دي. بحيس ان انت تتعود تلم المنهج كله وتتعود على الميكس اللي ممكن آآ تلاقيه انك بتترحل من شابتر لشابتر بتروح من درس لدرس فلازم تتعود على المهارة دي. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده مع بعض في اول سؤال عندنا ونحل ستيب باي ستيب. اول سؤال هنا بيقول لنا ايه? عندنا دلوقتي سولونويد دي ما احنا شايفين كده. ففيه بيعدي فيه ماشي كل ده احنا شايفينه. يقول لك لو بتاعته بعدت عن بعضها. معنى ايه? حكتة نستبدلها بكلمة يعني تشدت. طب وانا كده غيرت في ايه? غيرت في اللنف. ان بدل ما اللنس بتاعك كان قل. يعني هنقول لواحد كانت قل. بس اصبحت قل لتنين بقت زي ما هو قال كده. يبقى اللنس زاد طب السؤال حضرتك بيقول لك طب طب كده كده في السلونويد. الماجنيتك فلاكس بندرسها عند السنتر. اوكي? طيب عايزين نجيبي الماجنيتك فلاكس عند السنتر هيحصلها ايه? والله ده يخلينا نفتكر قانون البي سلونويد. البي سلونويد احنا دايما منسميها مينيل. او ميني على الال. اللي هي المينيل. طيب هنلاحز ان البي مع اللي فوق وانفرس مع اللي تحت. طيب هنلاحز ان اللي فوق هي وده رقم دايما ثابت. الان وهو ما قالش في السؤال ان الترنز زادت او قالت ده كل اللي قاله بعدت عن بعضها. فالترنز زي ما هي ثابتة. والكرنت برضو ما جابش سيرت. ما قالش مسلا احنا هنغير البطارية اللي موجودة ونحط بطارية تاني. فالكرنت زي ما هو. يعني ده معناه ان الفاكتورز اللي فوق كلها. بس كل اللي حصل ان هو اللي تغير وزاد. فاللنز زاد يبقى البي عكس الال. فالبي تقل للايه? الثيرد. بانشاء اللي بقى على طول الرشيو يا جماعة. بانشاء اللي بقى على طول الرشيو يا ذاكاتري باشوامسين. علشان العلاقة فعلى طول هنجري على ايه? ان البي هتقل للثيرد. فالبي هتقل عن الثيرد. طيب. نروح للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ايه? شايفين الماجنت ده? الماجنت دوت بيتحرك خارج. طب ازا ماجنت آآ موز شابتر تو. كلمة عن السلونويد. طب ده بقى شابتر كامل. والله ماجنت خارج من سلونويد. سلونويد دوت متوصل بريزيستنس. مفيش هنا ببطريق. وماجنت خارج وداخل فاكرين فارادي هو ده فارادي. يعني ده شابتر ثري خاصة درس فارادي اكسبرمت. فارادي كان قال لنا ايه? هو اللي هو يعني صاحب فارادي. كان قال ان بيحصل هنا نتيجة ان الماجنت بيتحرك داخل او خارج من فبيحصل يعني طبعا الماجنت حواليه تعرف افكرت بسرعة الماجنت حواليه ماجنيتك فيلد. والمفروض كمان ان الماجنت الماجنيتك فيلد بتاعته هتلتش هنعمل هتعمل بتاعت التلطيش ده هيولد كهربا والانديوز دي هتولد هتولد ماجنيتك فيلد كمان حوالين يعني هتولد هنا حوالين ماجنيتك فيلد كمان خاصة بالتلطيش. هلو الكلام? ففي عندي اتنين ماجنيتك فيلد دلوقتي. بي خاصة بالتلطيش دي Growl. وبي كمان بتاعت مين? بتاعت الماجنت. فيحصل من هنا الرخامة ببا. يحصل من هنا الرخامة. ان الكهربا اللي احنا ولدناها جوтя استرونويد دي كهربا رخما. بتولد ماجنيتك فيلد يرخم على الماجنيتك فيلد بتاع الماجنت. شوف خد بالك من الكلام. الكهربا اللي اتولدت في استرونويد كهربا رخما بترخم بتعمل ماجنيتك فيلد يرخم على ماجنيتك فيلد مين? الماجنيت. يعني هيعودوا يلطشوا في بعض. هيعودوا يرخموا على بعض. فكنا بنلخص الحدوتة دي كلها. انه والله قصة نانسي عجر ما قلت لنا اخصمك او اسيبك لك. يعني الماجنيت دلوقتي خارج. خارج. خارج من السلونويد. فانا اسيبك لأ. لأ انت سايبني وماشي. لأ اسيبك لأ اشدك بقى. فسلونويد يعمل في الماجنيت ايه? يشدوا. يحصلوا اتراكشن. يشدوا ازاي يا مستر? يشدوا عن قريق البولز. بنشوف هو الماجنيت خارج بايه? والله اذا خارج بالساوس. يبقى على طول الماء السلونويد عشان يشد الماجنيت هيقابلوا بعكس البول يبقى هنا نورث والنحية التانية ساوس. عشان نورث وساوس يعملوا ايه? اتراكشن. اوكي? يبقى دلوقتي هنمسح بس الزيادات اللي قدامنا دي. يبقى دلوقتي احنا استنتجنا من الحدوثة دي كلها. من الرغي ده كله. ان عند البول اكس هيكون فيه هنا نورث. وعند البول واي هيكون ساوس. اوكي? تمام. طيب. وبعدين. ده كده انا استخدمت قانون يا داكاترا. استخدمت استخدمت لينزي سرول. استخدمت لينزي سرول. لان لينزي كان بيقول هو اللي حط البولز. لينزي هو اللي عمل الرخام. عمل او الاتراكشن. بعد كده هستخدم امبير هاندرو. امبير بقى بيقول لك انا بعمل طب دي ماشي ازاي? دايما. والكويل بيمشي من الساوس للنورس. يعني ده بياخد هزا الاتجاه. اتجاه اللازرق ده. ده فانا كنت بدور على النورث هاروح مشاور عليه. كيفين ايضاية? هاروح مشاور عليه بالصم. هشاور على النورث وهلاقي صوابع دي بتنزل لتحت. تنزل عليها. هلاقي صوابع دي بتنزل عليها. صوابع دي هي القرنت. الديوز دي الرخم. اللي انا صنعته. فلاقي ان القرنت نازل لتحت. بالمنزر ده. اوكي? لقي القرنت نازل لتحت اروح نكمل نزول بقى. واروح القرنت ماشي من بيتو ايه? ويروح طالع تاني. طب القرنت دايما نتعودنا من شابتر وان ان هو بيمشي في الريزيستنس ازاي? من الهاي للو. يعني من البوزيتف الى النيجاتيف. يعني بوينت بيها تكون بوزيتف و بوينت ايها تكون نيجاتيف. انا كده جاوبت السؤال. بس انا مش عارف اختار ايه. يعني نقرأ يقولك اند واي اكت از نورث. لأ اند واي سوف. لأ يبقى قمنا دي غالب. طب اند اكس افزا كويل اكت از نورث. اه اند اكس نورث. and point P is positive. اعلى point P positive if our choice P. اوكي سؤال اللي بعد. ننزل على. السؤال ده. يقولك هنا وينزة switch K is closed. لما switch يتقفل. زا فيز انجل بتوين زا في توتل ان دا اي توتل والي حصل الله ايه? فده خلينا نفتكر ايه هي الفيز انجل دي? الفيز انجل هي الانجل دايما كان قانونها تان فيتا. هي الانجل بتوين زي ما هو قال لك كده. بتوين الفي والاي. فين? في ال اي سي سيركت. فين يا باشا? في ال اي سي سيركت. فعلا لو تلاحظ كده دي اي سي. انه ده اي سي سورس. ده اي سي سورس ده بيطلع طبعا معروف عن ان هو رايح جاي. خلاص? فده الكارنت التوتل اللي طالع. والفي تي ديت ده مقصود بها بتاعت السيركت كلها. فكان على طول القانون بتاعنا هنا هو اكس ال ماينس اكس سي على او. وكنا بنحط بقى في القانون ده على حسب اللي موجود في الجبن. فانا هنا ما عنديش كاباستور. فهاشتبع عليه? الكاباستور بزير. مش موجود. بس عندي كويل. والكويل ده بص مكتوب عليه ايه? يعني ايه الكلام ده? كنا بنقول ان الكويل ليه تنين ليه ار ال وليه اكس ال. فانا بيقول لك يعني الار ال اللي بتاعته بزيره. بتاعت الكويل بزيره. يعني اكيد مش موجود غير ال اكس ال. ولازم تبقى موجودة ال اكس ال لان ال اكس ال ده على والفريكوانسي موجودة طالما موجود. لان الفريكوانسي معناها عدد اللي بيكونها القرنة الاي سي. فطالما موجود يبقى موجودة يبقى الاكس ال موجود. اوكي? يبقى انا عندي دلوقتي اكيد اكس ال. وعندي فتعالا ندرس الحكاية بيفور وافتر. دايما في مسألة يا جماعة لازم نعمل كنا ايه? وافتر بقينا ايه. فوالله وهو قبل ما نقفله. لو انت دايما انت شايفين كده كانت تطالع. هيروح داخل على وهيروح تطالع تاني روح داخل عالكويل بعدين هيخرج تاني. فكان عندي في المسألة وكويل. فكان التاني سيتا هنسميها سيتا وان. هتبع عبارة عن الاكس ال على الار واتفانة فيش كباستو هنا. ميش دي الكيس الاول داي. طب لما قفلنا ده السويتش. سويتش كلوزد. على بس نمسح. الكلام ده كله. المهرجان ده علشان الناس بس ايه? طلوح از عملنا ايه? دلوقتي بقى الكارنت في الكيس التانية. انا قفلت السويتش خلي بالك. فالكارنت اصبح بقى فيه سلكة فاضية هنا تلك الفاضية دي سيم ستارت وسيم اند مع الريزيستانس. فده معنا الريزيستانس دي هتلغي. يعني الكارنت ما يصدق يلاقي السلكة الفاضية عاد عليها. وده اللي بنسميها الجامبر فالكارنت يروح معدي في السلونويد يروح خارج من السلونويد يروح راجع تاني وهكذا يعيد نفس اللاب فإذا ده الريزيستانس بقت بزيرو. بالضبط. الريزيستانس ما بقتش موجودة. فده معناه ان تاني السيتا يعني ما بقاش عندي في المسألة غير كوية بس. يعني احنا ممكن نرسم الرسمة دلوقتي ان انا ما بقاش عندي غير سلونويد فقط مع لما بيكون عندنا سلونويد بس او كويل بس مع وعندي فقط فبتكون ساعتها تاني السيتا هتكون على الزيرو. لما تيجي تعمل اي حاجة على زيرو افترض الاكس اللي بقى اي رقم. هيديك ماس ارور. اللي انت بتقوله ده. فده معناه ان على طول. ناس بتوع الماس عارفين الموضوع ده. وناس بتوع المعلوم برضو عارفين الموضوع. ان دايما لما تعمل اي رقم على زيرو ان اي رقم على زيرو باختصار هيديك انفانيتي. كبير جدا. مالوش. ما فيش رقم محدد يعني. ده حاجة مش حاجة مش محددة. علشان كده. بتبقى السيتا ساعتها بنيت. طب هي السيتا كانت بكام? اكيد كانت السيتا اقل من نايت. ليه? لاني كان عندك اتنين كمبوننت في السيركت اللي هو الريزيستنس والكويل. لما يبقى عندك كويل بس هتبقى سيتا نايت. لما يبقى عندي كباستور بس هتبقى برضو السيتا نايت. وبالمرة قدينة بنراجع بيحصل بقى ليد ولا لاج? اصل ده سل نايت. الكرنت لما يخش عليه بيعمل? سيلف اندكشن. طب يطلع له الديوز رخم بيتولد زي ما لسه قيلين الديوز دي رخم. في الاتجاه العكسي يرخم على الكرنت اللي ماشي. اقول اللي هو الكرنت الاصفر ده. فيعطل الكرنت شوية. امين اللي يسبق? الفولت بقى. يعني اصبح دلوقتي ان ال في هتليد الاي. الفي. بانجل كام بانجل ناين تدري. يبقى كده سيتا حصل لها ايه زادت ولا اقلت زادت يا. شكرا. يبقى الاجابة انكريز. اوكي? طبعا. دي الفكرة كلها. واوظن راجعنا على شوية حاجات في السؤال بقى. اشتكرنا شوية. طب السؤال اللي بعد كده. في نمبر فور. كده السؤال الكامل. آآ في نمبر فور هنا بنقول ايه? انا دلوقتي عندنا اتش جراف يعضح لكو اتش جراف ريبريزنت زا نمبر اوف في دلوقتي عندنا اتنين دينامو يا شباب. دينامو اكس ودينامو اي. لو انا مثبت نفس الطايم. تي. يبزأ تو كويلز. افزا دينامو اكس اند واي. هفزا سيم كروس سكشنال اريو. ركز كيف الكلام. هاللوقتي معنا مين? معنا تي اكس. ادي تي واي. تي اكس. ادي تي واي. معنا كمان الاريا ليهم سيم اريا اريا اكس. ادي اريا واي. ومعنا الماجنيتك فيلد اكس. ادي ماجنيتك فيلد واي. هما في الكلام ده كل. طيب. انت عايزي بعايز منك ريشيو. ان واي على ان اكس. انا اهلو مع بعضينا برا كده. اوكي. طيب. حضرته عايز بقى الان واي على الان اكس. ماشي. تعني ندرس بس. باللوقتي بالنسبة للجراف اللي فيه دا. انا عندي كم هنا. ادي واحد اديتين. يبقى هنا عدد اللي اني بتساوي. طيب. والطايم هو هو. وقال لي هما الاتنين اكول في الطايم. طب وديني مواي. عندي كم لفة? ادي وان تو تري فور. يبقى الان هنا بتساوي. السايكلز مختلفة. فده معنا ان الفريكوانسي مختلفة. لان على جنب كده الفريكوانسي عبارة عن ايه? عبارة عن الان نعتي عدد السايكلز في بير ساكند. فلاني طالما اختلفت حتى لو هما نفس الطايم يبقى الفريكوانسي اكيد هتختلف. ماشي. ايه القانون يا مستر اللي هنشتغل بيه? اللي هجيب لي التيرنز. اللي بقى لك هو قال لي في السؤال دينامو اه? دينامو اكس ودناموها. طيب. والنمبر موجودة في انهي قانون من قوانين الدينمو. طبعا الدينمو بيولد كهرباء ايم اف. فمن ضمن القوانين بتاعت الدينمو اللي فيها اين? اللي هي الايم اف ماكسمام. الايم اف ماكسمام اكوال باوين بي اي اي او مجا ان. يعني ان موجودة اين. هل هو قوي. يبقى دلوقتي انا لو قدرت اعمل ريشيو بتوين ايم اف ماكسمام بتاعت هو عايز ايه? النوع على اين اكس. طب لو طلعا عايز ان الايم اف دايركت مع الان. يعني اللي حصل في اتنان نحصل في الايم اف. يبقى نقسم ايم اف واي. على ايم اف اكس زي ما هو مد هن. اكوال نعمل بقى الريشيو بتاعتنا. البي هي هي. هو يبقى البي فوق تشطى مع البي لتاحت. والاريا هي هي هي. قال لي الاريا اكوال. طب نيجي الاميجا. الاميجا دي المفروض انجلر زلوسي اللي هي سرعة اللي هي بتساوي تو باي اف. يبقى تو باي اف واي على تو باي اف اكس. في الان واي على الان اكس. طبعا بديهيا هنكانسل البي هنكانسل الاي هنكانسل تو باي مع تو باي. تعال بقى هنا نتفرق. الايم اف واي دي فين في الرسمة استمré. اهي ايم اف واي اللي هي او انا. في او طب و ايم اف اكس اللي هي اتنان في او. اتنان اقوال. هنا هيتفضل مين? اف واي. على اف اكس اف واي على اف اكس في ان واي على ان اكس. طبعا تفك الاف والفي طبعا تطير مع الفي. فيتفضل هنا تفضل هنا وان. وعه تنسل. اتفضل فوق وتحت اكوال. الاف بقى زي ما قلنا هي الان على تي. طب الاف واي عدد لفات واي اربعة يبقى اربعة على تي. في الان واي. وتحت الاف اكس هتبقى اتنين على تي. في الان اكس. تي طبعا تتكانسل مع تي. فيتفضل عندنا مين? هيتفضل بعد كده. ان ده كده هيدينها هوف زي ما هو. اكوال فور ديفايدد باي تو. الفور ان واي فوق. وتحت تو ان اكس. بس بعملها لكو واحدة واحدة علشان انا عارف. انا عارف ان دي مشكلة في البقى. يلا اخيرا بقى يجيب الان واي اكس الواحدة في اي رقم جنبها يروح رايح ناحية التانية بالدفايدد. يعني فور ديفايدد باي تو يعني هتدينا تو. وتروح الناحية التانية بالدفايدد. فيبقى اخيرا الان واي على الان اكس هتدينا في الاخر وان اوبر فور. اللي هو المفروض التشويس سي. تماما لحد هنا ده كترة? تماما. طيب. ده كده بالنسبة للسؤال. اللي هو كان نمبر فور. في الترايل. بس لو تلاحظوا الدنيا ماشي يا حلو ازاي? ادي الامتحنات بتاعترو زارة. هادي الامتحنات اللي الناس بتخاف منها. طيب. تعالنا نروح للسؤال. اللي بعض. نمبر فايف بيقول لنا كده زا فيجر آآ لستريس تو اي سي سيركتز. عندنا اتنين اي شي. اي سيركتز دي متوصلها مع والسيركتز التاني متوصلها مع الكويل اللي سيلف. والتاني بتاع كويل. يعني برضو زي ما قلنا اللي بتساوي زيرو. في حتة مهمة او. يقول لك بتاعت ماشيين في نفس الاتجاه. كلمة معناها ان هما ليهم نفس الرايحين لنفس الاتجاه. فانا لو سمي مثلا ان ده سميت ده او ممكن يسمي ان ده بتاع الار يبقى ده وده نسميه يبقى ده معناه ان الو رايحين طيب. آآ فبيسألني بقى انه ده من دول اي ولا بي ولا سي ولا دي اللي هو الفرق في والاي ار والاي ال. يقول لك هل اي ار والاي ال في فيجر اي هيمشوا مع بعض? ولا هيمشوا عكسة بعض? ولا هيبقى ما بينهم انجل ناينتي بس الاي ال هي اللي بتسبق? ولا ما بينهم انجل ناينتي بس الاي ار هي اللي بتسبق? تعال نشوف. بس عشان نشوف هنمسك سيركت سيركت نحللها. بمعنى لو مسكت السيركت الاونية بتاعت الار دي. احنا عارفين معلومة? ان الفولت بتاع ولا ولا لا. ماشي مع الكارنت. يعني الكارنت تطالع. دخل على هيولد على طول الفولت. فالفي والايدول يعني انا دلوقتي ممكن ارسم رسمة بسيطة جدا. انه ده الفيكتور. ده كده. الفيكتور بتاع الفي ار. وده كالفيكتور بتاع الاي ار. هم مختلفين في لكن ده كده بالنسبة للسيركت الاولى. طب بالنسبة للسيركت التانية. لا احنا لسه قايلين معلومة والت المفروض عارفها. ان بتاع الكويل اللي هو بيليد بيسبق بتاع بيسبق الكارنت بتاع الكويل. بيسبق بيسبق بانجل ايه? بيسبق بانجل زي ما قلنا. لو الكويل اللي واحده في السيركت بيبقى والفي بتسبق الاي. بسبب السيل في اندكشن بيتعطل شوية. وهلاحز ان هنا يعني لو سيه مسلا في الاتجاه ده فهتلاقي ان الفولت الفوق شوية وسبق بانجل سبق الاي بانجل طب وبعدين انا عايز اعمل بقى عايز اركب السيركت دي عالسيركت دي. ليه? لان هو عايز كده. هو عايز علاقة الاي ار بالاي ال. فلازم يعني ادخل على بعضها. طب ادخلهم ازاي? ايه المعلومة اللي عندي? المعلومة اللي هو قال لي. وده يخليك تركز في كل جملة بتقراها في المسألة. هو قال لي ان الفولتج بتاعت بتاعت بتاع السورس الاولاني اسمه ايه? الفولتج بتاع السورس التاني اسمه ايه? اسمه خلي الفي ار تمشي مع نفس اتجاه وكمان هتلاقي بالصدفة الاي ار ماشي معه. الاي ار ماشي مع الفي ار والفي ار ماشي مع اتجاه الفي ار اعلم كده نشوف اللي هيحصل. ادي دلوقتي اتجاه الفي ار اوكي? طيب. ادي دلوقتي معاها وراها على طول الفي ار. حلو? ما هو قال لي كده. والفي ار وراها على طول مين? وراها على طول مين? الاي ار. فانا مش نساوي. طب استنى مش احنا الفي ار اصلا بتسبق الاي ار اه يعني الاي ار تحت هنا كده. حلو. يبقى ايه علاقة دلوقتي الاي ار والاي ار لفوق. والاي ار ماشية كده. ايه ده? انت باصس على لنا شايفه? هو جراف دي. اهو. اي ار لفوق. واي ار بتتأخر عنها. يبقى تلعت الاي ار بتسبق هي كمان الاي ار لان الفي ار ماشي مع الاي ار. وكمان ماشي مع الفي ار. فعلشان الفي ار اللي هو كمان بيسبق الاي ار. والفي ار قال لي معها. والاي ار اصلا كده كده مع الفي ار. يبقى التلاتة ماشيين سوا وبيسبقوا الاي ار. ايا دي معنى السؤال. التلاتة ماشيين سوا. وبيسبقوا الاي ار لنفس الانجل نايت. اوكي? نروح للسؤال اللي بعد كده. نمبر سكس. نمبر سكس بيقول لي تو كابر. نعمل زومنج بس كالناس تشوف. هنا بيقول لي تو كابر wires have the same lens. ماشي? يعني L1 equal L2. if the cross sectional area of the second wire is three times as that of the first. لو الاريا بتاعت second. قص الكلام. if the area of the second is three times that of first. الاريا second تلات اضعاف الاريا first. ترجمة حرفي. area two equal three area one. the ratio between the resistance of the first and the resistance of the second is can. R1 على الارتو كان. ده خلينا يروح نفتكر قانون بتاعت الار اللي هي كانت R1 على الارتو. equal resistivity one على resistivity two. في لنس one على لنس two. في area two على area one اللي كانت دايما بالarea inverse. طب هو اللي في المسألة ان هما two كابر وايرز يعني هما نفس الماتيريال في الريزيستفتي تتير مع resistivity. وكمان اي اللي سيم لنس فاللنس بالسلامة مع اللنس. يبقى يتفضل هنا. R1 على الارتو. equal area two على area one. تمام. من هنا ان ده اريد قولي. ما هو area two. area two. هو ايه اللي? تريبل. تريبل. على الاريا وان نفسه. فده هي cancel area one مع area one. فيدينا في الاخر three over one اللي هو التشويس دي. ببساطة السؤال سهل. لحد دلوقتي. يعني الدنيا ماشية تماما. طيب. نروح بعد كده. لي number seven. آآ number seven بيقول لي آآ عندي اربعة كويلز زي ما لتوا شايفين كده. وفي دفرنت اريا مختلفة. وكتب لك على كل على كل الاريا بتاعته وتاعته وهكزا. يقول لك كل بتلف بنفس يعني ايه? يعني بنفس الاميجا. ماشي? برضو معلش يعني ايه نفس يعني بنفس بتساوي ايه? ماشي. اول موضوع برضو لي ايه? لديل كده. ان الاميجا بتأثر طيب. بيقول لك كل دول بقى اللي جاية اللي هي الاسهم السودة اللي اتوا شايفين هنا. يقول لك لو سمحت رتب ترتيب ترتيب معنى من الصغير الى كبير. اوكي? عايزك ترتب ترتيب من الصغير الى كبير بحيس ان احنا نوصل يعني. احنا محتاجين نحسب ونرتبه من الصغير الكبير. اوكي? طيب. طب انا عناش هنحسب لازم احسب الاربعة. واقارن الام اف الكبير والام اف الصغير. بقى انا محتاج ارقام. طب ما هو مديني تو ايه وان اكوال تن. لأ انا معرفش الايه كان. فانا ممكن على طول قالت الايه يعني افرد الاريا بتاعتي وان. وطالما هو ايه اللي كلهم ماشيين بنفس الانجولار فلوستي بقى ممكن برضو قالت الاوميجا بوان. ما فيش مشكلة. وممكن برضو قالت البي بوان. البي بتعدي عليهم كلهم. البي اللي هي الاسهم الصغيرة دي. بتعدي عليهم كلهم فممكن برضو قالت البي بوان. طب وبعدين القانون اللي انا استخدمه. قانون الماكس مام ايم اف مغششك هو. الماكس مام ايم اف. بيساوي بوان. بي ايه اوميجا ان. نمكن ده المسألة التانية اللي على الدينامو. اوكي? اللي هي بوان. طيب. اه يعني نقدر نعوض هنا اه? نقدر نعوض هنا. الان طبعا بتختلف من كويل لكويل. فتعال واحدة واحدة. تعال نمسك بتاعة ايه? بتاعة كويل ايه? عندك البي بوان. عندك الاريا بتو. لان الاريا الواحدة بوان. عندك الاميجا بوان. وعندك النمبر بتاني. فطبعا الحزبة دي كلها تديك تواني. طب والايم اف بتاعت بي. نفس الحديدة بتاعت بي عدنا البي بوان. بس هنا الاريا تبقى باربعة بفور. في الاميجا بوان. في النمبر اف تنس برضو تن. فده طبعا الحزبة ديك فورتي. طيب وي ايم اف سي. شوف الموضوع بقى سهل ازاي بمجرد انت فردت ارقاق. بقى سهل جدا. مجرد فردت الارقاق. برضو بي بوان. والاريا هنا المرة دي بوان عشان هي ايه? في الاميجا وان في النمبر اف تيرنس تيرتي. فده طبعا يخلي لك الحزبة دي كلها بسيرتي. نيجي الاخر ايم اف اللي هو ايم اف دي. البي بوان. والاريا بوان. والاميجا وان. فده يديك تن. فطبعا هنرتب ترتيب جدا من السوير الى التبير. فهتلاقي طبعا الدي هي ازهر واحدة. وبعد التانة على طول هتلاقي الايه? اللي هي التوينتي. وبعد التوينتي هتلاقي السيرتي اللي هي سي. وبعد السي هتروح رايح على البي. يبقى احنا احنا بندور على شويس بي. بس جدا. سهلة جدا. باش مشكلة. فرض الارقام ده يا جماعة حلال مش حرام. مش هالناس بس بتقول وانا يا مستر امت افرض? حضرتك بتفرض الحاجة السابتة اللي ما بتتغيرش. عشان كده انت لو فرضتها باي رقم. مش هتغير معك الاجابة. يعني انا فرضت لانه هو اصلا مديني هنا ايه? 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 يعني انا لو عرفت الايه واحدة بكام? اقدر اعرف الايه بتاعة تقول لي واحدة. فانا فرضت الايه بواحدة. طب هو ايه اللي في السؤال ان هما كلهم سيم فانا فرضت الاوميجا بواحد. واحد تاني فرضها بتاني. يا عم ما تفرضها بمليون. مش فارق. ما الاميجا سابتة. كلهم بنفس الرقم. طب البي. تمام يا مستر افردها بخمسة. يا عم افردها بعشر. مش فارق. ما هو كلهم نفس البي. مش هو. خليك زكي. انا بفرض الحاجة السابتة. اللي ما بتتغيرش. اوكي? طيب. نروح لنمبر ايت. نمبر ايت بيقول لي الواير ده محبوط في متاليك بليت. افزا سيم اكسبانشن. فاكرين جهاز الهوت واير اميتر دوت كان فيه سلك. السلك ده اللي هو بتكلم عليه. السلك ده متصنع من المادتين. المادتين دول مهمين جدا. مقاومين للحرارة. المادتين دول بالمناسبة اسمهم بلاتينيام وايراديام. بلاتينم وايراديام اللوي هما سابيكة. اوكي? السابيكة دي اللي صنعتلي الواير. الواير دوت كان للأسف بيتمدد عن طريق لما بيحس باي حرارة. يعني مسلا الجو حر فتلاقي الواير هصاله اكسبانشن. بقيلها بلدة. لا انا مش عايز الواير يتمدد بسبب حرارة الجو. ما انا عايزه يتمدد بسبب حرارة مين? حرارة لاني كان جهاز الهوت واير اميتر ده كان تحديدة للافكتيف اي سي كارنت. وبياسي الافكتيف ازاي? او بيزد اون او ما اعتمد على الحرارة بتاعته. فكان الواير بيحس بحرارة الكارنت فيتمدد. فلما يتمدد يبدأ البوينتر يتحرك فيقرى رقم للاي سي. اوكي? طيب. يبقى انا دلوقتي مش مش عايز الواير يتعرض لحرارة الجو لانه ممكن يتمدد والبوينتر يتحرك فيقرى رقم غرض. يبقى انا محتاج احمل اغطيه. فلما اغطيه يبقى احطه جوه ايه? احطه جوه بليت. بليتة كده. محتوط جواها الواير بتاعنا. ومتمصمر كده بمصمرين هنا وهنا. فالبليتة دي تتعرض هي للجو. والبليتة ديت ليها نفس التمدد سيم اكسبانشن كوفيشنت از واير. ليها نفس معامل تمدد الواير. تتمدد نفس التمدد الواير. فده ليه? علشان اتجنب الخطأ في الاراية. يبقى نختار عطود. فنتجنب الخطأ في الاراية. اوكي. نمبر ناين. نمبر ناين هنا بيقول لنا ازا فيجر عندنا ازا مت شايفين كده بس عملة تصغر تدريجية. من الكبير للصغير. اجو انتم ملاحظين. يعني ار وان بالنظر. طيب متوصلين بنفس البكتارية. يعني هما كلهم. يعني بص دي كده من الاول الاخر. اعتبر ان في هنا في النص. هي سيركت كاملة. يعني. اوكي? فالكارنت طالع من هنا. وداخل بقى على كل ايه? على كل نص سلف. هو نفس الاي ما اتغيرش. وما الايه اللي اتغير يا مستر? الراديوس. طب انت عايزة بقى يقول لك طبعا كده كده ككويل او بتاعتي عند السنتر. البوينت بتاعتي كده كده مش هتتقرق عن السنتر. فاحنا عايزين نجيب اقل بي. فده على اوكي? انا ما غيرتش في بحاجة. البرميتي دي بخاصة بالميديم وانا زي ما انا الكويلز كلها في نفس الميديم. طب هم كل الكويلز الان بتاعتهم بهاوف. لان ده نص طب والكارنت هم كل الكويلز بيعدى عليهم نفس الاي. طب والريديوس لأ كل الكويلز مش نافة الريديوس. اه. طب وايه علاقة البيب الريديوس اهو? بحلق كده البي فو والار تحت يبقوا اقسى بعض. يعني ار وان اكبر من ار تو اكبر من ار تري اكبر من ار فور يبقى على طول نشاء الليب الانيكواليتي دي. هتبقى البي وان ليس زان بي تو ليس زان بي ثري ليس زان بي فو. شكرا. ده الترتيب الصح. انت بقى بتدور عال ايه في السؤال? مدور على اقل بي. اقل بي اللي هي البي فور. البي فور ديت اللي هي مين? اللي هي بالنسبة لنا? di اعلى حاجة سوري البي فور دي اعلى حاجة. انت بيدور على اقل حاجة وبهاي الب يقول بها ده ده شويس اي. بس هيبقى بس كاته. إنه بيدور على اقل بي يعني اعلى بس خلاص. اقل بي. وصد اعلى. شكرا. بسوالي لبعض. بيقول لي هنا شايفين الرنج ده? خلاص? الرنج دوت تنافس مع الواير. ماشي. اه احنا شايفين الاي. بيقول لك لو الرنج ده تحرك. بس مش عارفين تحرك فين? على طول لما يتحرك بالتوالي كده بالتبعية هيطلع سرقة يبقى فيه بيتولد جواه. بس في انا اتجاه الكارنت اللي هتولد في العكس عقرب الساعة في الاتجاه. يعني الساهم ده يكون عكس الساهم. اوكي? فبيسألك طبعا على داريكشن هو الرنج ده تفتكر يتحرك فين? والله بالعقل. دلوقتي احنا كنا خدنا في بتاع شطر فري. ان لما يكونوا الاتنين عكس بعض. يبقى هم اكيد عكس بعض في الماجنيتك فيلد. هم اكيد عكس بعض في كل حاجة. في الماجنيتك فيلد دي كمان. يعني ايه عكس بعض في الماجنيتك فيلد? يعني انا بقرب ولا ببعد? تعالي نفتكرها من الماجنيت. طالما انا عكسك في الماجنيتك فيلد? يبقى انا يا كيد بقى داخل عليك? يبقى الماجنيت داخل على عشان كده هيحصل عشان كده هم عكس بعض في في فنفس الفكرة تعالي نعتبر كده. ان ده هو الماجنيت ده هو كأن داخل عليه. يبقى لازم يخش عليك. يعني لازم الرنج ده يقرب من thronele علشان يستهمين دول عكس بقى. لكن لو كانوا يستهمين دول مع بعض فالرنج يبعد عن thronele秒 فيحصل اتراكشن. لكن هنا في السؤال ده أنا لازم اقرب على عشان يحصل عشان يستعمل عكسة بعض. يبقى نختار على طول يبقى على طول الرينج ده هيطلع لبوينت دي. اوكي? طيب السؤال لبعد كده. نمبر اليفن. عندي شوية اميترز اي وان اي تو اي ثري اي فور. بيقول لي اتش افزا فور سيركتز كونتينز اميتر. ماشي. اني ترتيب الصح للاميترز اللي انت حضرتك شايفها دي. طب وانا اعرف منين? والله الاميتر على حسب هو واقف فين? وبيقرأ ايه? ولو نلاحس في الاربع سيركتز هو واقف جنب البطارية. فهو بيقرأ اي توتر. حلو. مستر انا عندي ار واتنين ار وار وستة ار. بقول لك ايه? متلة الار باي رقم? ما انا لو عرفت الار بكام? بقى عرفت كل الار بكام? نفس فكرة اللي انت تفرل ارقام ايه. وتعالى نمشيها واحدة واحدة. انا هنا محتاج مساحة بس. فانا هقصقص السؤال ده برة. ونتعامل معا. احنا فرضنا الار بتاعتنا بواقع. طيب. تعالى بقى انت عامل نجيب تده كل ايه? بالنسبة ل ايه واحد? بص انا اقول لك على حاجة. احنا مش محتاجين نجيب كل اي وبعدين نقارل. ومن محتاجين نعملها يا مستر. ما هو عايز كده? ايوه انا عارف ان هو عايز كده خليك انت اسكر. ما هو انت عارف كويس ان الاي انفرس مع الار. الار ايه? ما لو دي اي توتل تبقى دي جميل. يبقى انت لو جبت ال ايدي وراتبتها لاتبت السيركت على حسب ده اكس الترتيب يبقى ترتبت على الحساب ده التفكير ي smoother بنا. يبقى دلوقتي تعالى نمسك سيركل سيركت بنجيب الار بتاعتنا. احنا فاردين طبعا الار بتاعتنا بان. يبقى هنا الار واحدة بان. هنا الار بواحدة هنا اتنين هنا الار بواحد ايبقى هنا هنلاقي ان الاتنين بقول مع مع هيبقوا تلاتة. مع الستة لتحت يبقوا بارلل. ولا يطلع من الليلة دي كلها هيبقى سيرز مع الفوق. يعني هنا في الار واحد هيبقى الاتنين دول تلاتة تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة بارلل مع الستة ولا يطلع زائد واحد طبعا دي ادينا اتنين زائد واحد يبقى تلاتة. هيبقى الار واحد تلات بتلاتة اوم. دي الكسة كلها. اوكي طيب يبقى الواحد هتطلع بتلاتة اوم fulfilling ام فنخش على الار اللي بعد كده الار في ساركت التانية هتلاحظ ان الاتنين دول بارالل يبقى الاتنين ودول اتنين ودول اتنين طبعا الارب وان يبقى الوحدة على عددهم. اتنين على عددهم زائد الار اللي هنا يبقى زائد واحد يبقى الار التانية. هتددين اتنين على تنين واحد زائد واحد يبقى تنامي. يبقى الارضي باتناميه. طيب نخش على اللي بدك اخد بالك. في سينا سلك فاضية. سلك فاضي دي تعمل ايه? يا برلل ما اعرجي شخص اللي فوق اللي تحت. يبقى تلغي اللي فوق وتلغي اللي تحت. تبكر انت يعدي في الفاضي. قمش geek بحسبح عندك الارضي بس. يبقى الار تلاتة هتساوي واحد. اوكي? تمام? الار تلاتة بتساوي واحد. طيب نخش على الارضي الاخيرة التلاتة دول يبقى الواحدة على العددهم تلاتة على تلاتة زائد النص الاخير ده يبقى زائد تلاتة ونص يبقى هنا الارة اربعة يتساوي تلاتة ونص تعالوا نرتب بقى الاراض دي تعالوا نرتب الاراض دي انا دلوقتي لو تلاحظ اكبر ار فيهم هي الارة اربعة سوري تلاتة على طلاتة زائد واحد يبقى واحد ونص اسف لها مطلعتش اربعة هي تلات ار واحد هي اكبر واحدة يبقى ار واحد تعال رتبه من ناحية الارات ار واحد اكبر وبعدين عندك بعد كده بعد التلاتة في واحد ونص طبعا هنا ار بواحد هنا بعد التلاتة في اتنين يبقى الار باتنين بعد كده وبعد كده بعد اتنين بعد اتنين في عندك واحد ونص يعني في عندك ار اربعة وبعد ار اربعة طبعا الار بواحد اللي هي ار تلاتة نعكس الترتيب ده يبقى ايه واحد اتنين ايه اربعة ايه تلاتة ده الترتيب اللي مفروض نلاقيه في اللي احنا هنلاقي تشوز مين تشوز شكرا بس كده يعني تخليك اسكى واسرع مش محتاج انت اتجيب الايه طبعا لو واحد تاني فكر تفكير اطول شوية ولا مستر لا انا هجيب الايهات يبقى انت محتاج تفرد كمان معهم ومش بس كده ومحتاج كمان تفرد الانترنل كمان لان هي الانترنل موجودة في الاربعة عادي مشكلة افرد الفي بي بواند افرد اللي يعجبك بس ستطول معك في الحل شوية لكن انت جبت الار اكويفلنت مع الار عكس الاي وخلص طيب نروح للسؤال اللي بعد كده ده كان سؤال نمبر اليفن نروح لسؤال نمبر توالف نمبر توالف يقول لنا زى اه ديورينج زى موشن وانت بتحرك شايفيني ده السلك ده وبتحرك ناحية اليمين الشون فالبرايتنس بتاعة اللام بيحصلها هنا هو عايز يعني هو عايز دايريكشن هو عايز دايريكشن فالكارنت اه از سوري الواير لما اتحرك فهو اتحرك فين اتحرك في ماجنيتك فيلد واتحرك في فلوس فده يفكرنا في شابتر فري على طول ان انا كده بعمل وطالما ماير بيتحرك في ماجنيتك فيلد بقى هيلطش في الماجنيتك فيلد وهيولد كهرباء فكده توليد الكهرباء ده عايزين يجيب الديريكشن بتاعه في اللي بتحرك في ماجنيتك فيلد بنجيب الانديوز ده عن طريق لاما تعملها كده لاما تعملها كده لو انت عملتها كده مسلا هتلاحظ لو كده يبقى ده الاف الصنبل اف البي وبقت صابعك هي الاي اوكي وبقت صابعك هي الاي يعني لو جيت حقاتها على الرسمة فالبي انتوزا بيتج عليك كده والفلوستي هي الفورس فالفلوستي ماشية لحيتي اليمين فتلاقي ان صابعك طالعه الفوق القرنت الانديوز دي طالعه لفوق طب واحد تاني يعني احنا دلوقتي مبدئيا السهم بتاع الانديوز دي بقى طالعه لك اوكي جاي من بي تو اي ماشي واحد تاني حاب يعملها بالطريقة دي الطريقة دي بتقول لك ايه ان الاف هي بطن ايديك او الفلوستي يعني الفورس او الفلوستي وسوابعك هي الاي هو البي فاللو تلاحظ كده البي برضو عليك اهيه والفورس بطن ايدي بيشاور ناحية اليمين ناحية الفلوستي فبردو صوابعي طالعه لفوق اختلفناش يبقى في كل الحالات صوابعي طالعه لفوق نفكرنا انطالع من بيتو ايه طب تفتكر هيمشي مين ولا شمال والله لو ماشي مين دي هنا هيمشي فين يبقى لازم يخش شمال عشان تبقى كلوزد هيخش على البطارية ويروح رايح على اللمبة فالسهم الاحمر يا رسمته ده ده سهم طب وبعدين اللمبة برضو البراكس هصله ايه قد بالك ان في بطارية قد بالك ان في بطارية فالبطارية دي هي كمان بتطلع كارنت بتطلع كارنت من اللي هو الكارنت اللي اخدر ده ده هنسميه اي اوريجينال اللي هي الكارنت الاصل دي بتاع البطارية ده راس حاجة ان السهم الاخدر ماشي في نفس الاحمر يعني الاضاءة هتزيد هيعلى اخد بالك هيعلى امتى اثناء ما الواير بتحرك ناحية اليمين يعني ده معانا لو الواير تحرك ناحية الشمال السهم هيكون معكوس فالانديوز دي هيكون عكس الوريجينال فهيضعفه بعض والبراكس هيقل يعني هما ليه قووا بعض والبراكس زياد عشان هما مشيوا مع بعض انسيم باركش اخدوا بالكم من حتة دي. وبرضو علشان يعني الاجابة تكون كاملة لو جالي السؤال ده مقالي فالمفروض اقول يعني لحظيا. اثناء اثناء ما بيحصل تلطيش في المجنيتك فيلت. فبيولد. لان لو الواير وقف فجأة. خلاص. الانجوز انتهى. يبقى يبقى البطارية تنور اللمبة فقط وترجع الاضاءة العادية بتاقي. كده كده اللمبة دي من وراء اللي في بطارية. بس اضاعتها زادت لما الواير اتحرك. لكن اضاعتها ممكن ترجع زي ما كانت لو الواير سبت في مكانه وبطل حركة. اتفقنا كده? طيب. نروح للسؤال اللي بعد كده. ثان fight of center. نروح partition. رائعV number fiiereo http in the opposite figure two straight wires wire one and wire two. دات are in one plane nightmare one wire two احتوطين مع بعض في نفس البلان. ربندل لتش اوtherیاed معاشي employment. ي marticotsbulamb argõ lucky ounce. او وعندنا اي وان وعندنا اي تو. ركز بقى في اللي جاية. بيقول لك هات الفورس اللي على نتيجة تأسير المجنيتك فيلد اللي ظهر نتيجة الكارنت اللي موجود في طم وضاد منطقي. عايز من الاخر يعني الفورس اللي على واير وان. طيب. ونحن عشان نجيب الفورس لازم نستخدم والله لحسب. هو اللي عندي ولا مش ما جابش سريط قال لي قلاص يبقى يبقى لو لو بيتحرك يبقى ده طيب. دي انا عملته بليمين من شوية هعملو بالشمال. لانا عملته باليمان في المسألة اللي باتت هعملو بالشمال. لا اما كده برضو. لا اما كده. لا اما كده. لا اما كده. هي هي نفس الفكرة. بس الفكرة في حاجة تانية. البي دايما باخدها بتاعة الامان. يعني البي دي. دي البي مش بتاعت دي البي اكسترنل بتاعت تاني. غير الواير. الواير اتحرك في بتاعت الماجنت. اوكي? نفس الفكرة هنا. هو انا دلوقتي عايز احرك انه واير واير وان. يبقى اخد البي بتاعت مين? هاخد البي تو. فالواير تو ده اصبح هو الماجنت بالنسبة الواير وان. وهو على الفكرة السؤال. يقول لك لو سمحت هات للفورس اللي على نتيجة تأسير الماجنتيك فيلد اللي ظهر حوالين نتيجة بتاع واير تو. فالاول هعمل عشان اعرف الماجنتيك فيلد ده حوالين واير تو ازاي. فعليه فهعمل ازاي المفروض بحتوي الواير كده. والصنب ده هو بيشاور على الايف والاي لفوق. وصابع دي هي دخلة فيبقى الناحية دي والناحية التانية اوهات. وهطبعا هدرس ال او مش هدرس ال اكس لان ال او هي ناحية الواير اللي بدرسه. يبقى الواير ده غير امس ال او. اللي هو اي وان. هلوك الكلام? وبعدين. اصبح دلوقتي هستخدم فليمانجليفت. عرفت دلوقتي اللي بيتحرك فيها الواير وان. نداركشان بتاعها بقى ايه? بقى اوت اوف بيتش. هستخدم فليمانجليفت بالطريقة اللي تعجبك سواء كده او كده تعالى كده. الناس بتحب جده دي اكتر. الاف والبي والاي. الاف دلوقتي عايزينها طب البي اوت اوف بيتش. اللي بره علي. طب والاي الاي الاي ماشية كده. الاي ماشية لفوق كده. اتجاه ده. والبي طلعها لفوق. فهتلاقي ان الفورس طلعها. طب تعالى نستطيع الطريقة التانية. بالطريقة التانية. هتلاقي ان البي طلع اوت. الكارنت ماشي كده. فباطن ايدي هي الفورس برضو بتبص الفوق. اوت اوف بيتش. يبقى ده معناه في كل الحالات ان الفورس بتاعة الواير ده هتبقى الفوق. الفورس بتاعة الواير هتبقى اوب بس كده. يبقى الاول استخدمت عشان اجيبي وبعدين استخدمت عشان اجيبي الفورس. نروح للسؤال وده محتاج مساحة للاجابة. ناخده برة كده. طيب بيقول لنا هنا ايه? رمبر فورتين بيقول ان اوم ميتر وز كونيكتد وز انا دلوقتي معايا الار اكس بفور هندر اوم. افزا جالفانوميتر سكيل. لأ تعالى نقف لحد هنا ونترجم. بيقول لك انا لو معايا الار اكسترنال بفور هندر اوم. الوينتر هيتحرك لتلات تربع كله بتاع جالفانوميتر. يعني ايه الكلام ده? طبعا ده يخلينا نفتكر بتاع جالفانوميتر ده الاسكيل. بيكون عندنا هنا زيرو اوم. يعني دوت بيقيس الار اكسترنال. يكون عندنا ناحية التانية انفانيتي. في البداية بيبقى من هنا. وبعدين بيقول لك انا بس عم بسكيل تلات تربعة. طب وانا بيقيس الاسكيل من اين? بيقيس الاسكيل من الشمال لليمي. يعني من عندي الانفانيتي كده. هقول هنا روبا سكيل. هقول هنا نص سكيل هقول هنا تلات تربعة. يعني الاوقف هنا. لما الوقف هنا الرقم ده كان هو ده طب الرقم الفور هندر ده ده عند تلات تربع. هلو او. انا باستفاد بيبقى برقم التلات تربعة ان انا بيجيب حاجة اسمها ان. يبقى الان هي مقلوب. يبقى الان بتساوي اربعة على تلاتة. هلو خارس? وبعد ما جبت الان يعني. ان دي علاقة مين بمين? الان دي علاقة اصلا بكل في تحتها تحت هنا بيكون في ار اكس وفوق بيكون في فدي علاقة الجديدة بالاي ماكس بتبقى عند زيرو. يعني انا كده فهمت ان الجديدة تلاتة اربع الاي ماكس. هو ده معناه. والتلاتة اربع دي هي مقلوب الان. يعني انا ممكن اكتبها كده. هي واحدة على ان من الاي ماكس. عشان كده جبنا الان هي مقلوب. ماشي. بعد ما جبت الان برضو. فتعال بقى نكمل بقية الكلام. يقول لك اكس دي اللي هي كانت الفور هندرد. لو احنا استبدلناها بأزر زيستور واي. والواي دي كام سكس ساوزن. المراد الواي بسكس ساوزن. لو استبدلناها بقى ناظر سوزا بوينتر ديفليكت فين في السكيل. يعني لو لو خليت الار اكس بسكس ساوزن فالبوينتر هيروح فين في السكيل. ماشي. الاول عند الان اكوال فور اوبر تري. تعالى نستغل عالتحون ده. اللي هو الار اكس اكوال ان ماينس وان. الار ديفايس. الار اكس كان في البداية. اكوال الان اللي هي كان. فور اوبر تري ماينس وان في الار ديفايس. تم انا مقدر من هنا. اروح ميطلع الار ديفايس بتاعتي. عالكالكولياتور. يعني انا هوادي فور ماينس سري ماينس وان النحي التاني بالديفايدد يعني انا دلوقتي هعمل الفور هندرد ديفايدد البراكت ده اللي هو وقف البركت التاني. فارح مطلع مين? الار ديفايس تطلع الف ومتون. يبقى الار ديفايس هنا تطلع معي الف وميتين قوم. ايه الار ديفايس ده مستر تفكرنا بيها دي الار بتاع الجهاز بتاع الامتر كله. اللي هي تعتبر الاكوافلنت يعني. ماشي. دي ما بتتغيرش سابت. الجهاز سابت زي ما هو. طيب. انت بقى بتقول لي في ار اكس جديدة. ار اكس جديدة دي كيس جديدة بقى. كيس جديدة. بكم يا عم بستة لاف? يبقى الار اكس بستة لاف المراتي. طيب الستة لاف دي. اللي كل لها ان والكل ان لها الجملة دي. يمكن اللي عارفانها الناس اللي معايا. لكل اكس لكل ار اكس ليها ان. ولكل ان لها ار اكس. يعني انا غيرت الار اكس وغيرت الان. الار اكس تغيرت بقى ستة لاف. يبقى في اكيد ان جديدة. يبقى دي ان ماينس وان ان جديدة. بس زي ما هي. الف ومتين قادر كده طلع الان جديدة. ما هي الان دي بقى لو شكل بتهى. تعرف انت فين في الاسكيل. هيدي الميزة بقى. بس اهلا. ما نجيب الان ازاي? يا عم يا ربنا خللناك كالكوليتر. اكتب كده ستة لاف. وبعدين الفة كالك وافتح البراكت وكتب القضنون الفة براكت مينس الون وقفل البراكت واضرب الكلام ده في الالف ومتين وشفت كالك ايكول وتطلع الان بسكس. طيب. يبقى الديفجن يبقى بتاعك مقلوب الان واحد على الان يعني واحد على سكس سكيل. هي سوتس السكيل. يبقى نختار سكس. يبقى الوينتر يتحرك لسوتس السكيل. فهمنا يا جماعة? الفكرة ديت المسألة دي بكل افكار الام ميتر يعني على طول الام ميتر بييجي بنفس الفكرة دي لازم تجيب الان ولازم تشكل بالان عشان تعرف انت فيل في الاسكيل وتجيب الاردفايز والاردفايز تفضل دايما سابتة من اول مسألة الاخيرة حتى لو قعبت تتغير كزا ار اكس. لكن اللي اللي اتغير مع الار اكس هي الان بس. اللي هو السكيل. يعني انت لما تكون هنا غل لما تكون هنا غل لما تكون هنا. وده منطقي. يعني الوينتر عم بالي يتحرك بسكيل جديد بان جديدة بار اكس جديدة. وده منطقي. اوكي? طيب. اه نروح كده لاخر سؤال في فيديو النهاردة. وفي الغالب الامتحان اللي هنزله لكم بازن الله هيكون تقسم الفيديو على برطين. فالبارت الاولاني هنقف عند نص الاسئلة. اللي امتحان ده تلاتين سؤال. فهنقف عند سؤال رقم تماثتاشر. نحله ونقف على كده. نمبر بيقول لنا عندنا اربع اسلاك. الاريا بتاعتهم ده هنشايفينها كده. سبتة. اوكي. ماشي. لكن اللينسز مش سبتة. يعني ده شبه اسئلة كتير احنا لسه حلنها. ازاي نرتب? ايه بقى? بتاعها. فبرضو ده يخلينا نفرد. يعني بص فيه كزا سؤال جايبينه هول وزارة في امتحان الترايل بيقول لك فكرة الفارد دي فكرة مهمة جدا. ما بتخلوش من اي امتحان. بص جت عليها كم مرة حد دلوقتي كزا فكرة. دلوقتي انا ممكن افرد ايه? انا عندي ايه? وصري ايه? وفور ايه? وايه? يبقى انا لو فرضت ال ال واحدة بكام? يبقى عارفت الايهات كلها. يبقى انا ممكن افرد ال ايه? طيب هنا تقل وهنا ال وهنا تقل وهنا ال يبقى برضو ممكن افرد اللينس بون اعرف اللينسات كلها. كده كده هي برضو ممكن افرد لان هو ايه اللي سمه طبعا انا عايز اجيب فهجيب وهكذا بس ال اصلا بتعاوض بقنون ايه? رولا على اريد. فانا ماخد القنون دعا وضو في الاربع هتساوي في اللينس بتاع ايه? هتبقى على يبقى على يعني دي كده بتطلع بوا طب نروح الارحين على برضو كده كده هيبقى طب الاريا بقى عدك بسري يعني على سري شفت الفرد بيسهل الدنيا ازاي? الار سي بقى الاريا بوان هي اري واحدة هتبقى طب الار دي هتبقى يلا يا باشا اخيرا نرتب فلما نيجي نرتب هنلاحظ ان ال دي طبعا هو عايز يعني عايز من الصغال الكبير فهنلاحظ ان ال دي اللي هي هي اصغر واحدة فيها ال دي ثم بعد ال دي على طول انا اكتشف ال بي بص ال بي اكبر من بعد ال ايه ال ايه? وبعد ال ايه? طبعا الترتيبة ديت موجودة في ايه لو اتبقى حلق اللي هي دي. وبكده يبقى احنا خلصنا نص امتحان الترايل يا دكاتر يا باشقونتسين سينيور الفين ترتي وعشرين بالتوفيق يا رب ان شاء الله يا رب ما كنتش طولت عليكم وارب تكونوا استفدتوا اكبر قدر ممكن ودايما مش عرفيننا ورفعين راسنا يا رب وانتظروا الفيديو اللي جاي بقية امتحان اكسبريمنتل اجزام الفين واحد وعشرين بالتوفيق ان شاء الله باي باي. اشتركوا في القناة